التقى الرئيس الحكومة بايمي باتاكالبير مع الشركاء الاجتماعيين في إطار المفوضات بشأن الخروج من الأزمة الاقتصادية وحول أهمية هذا اللقاء فقد عد زميل خالد مسرحاج التقرير التالي لقد بات من الضروري بالنسبة للحكومة وشركاء الاجتماعيين بذل المزيد من الجهود في إطار البحث عن حلول الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد الأمر ذاته ينطبق على كل من الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية كما يعتبر أتشاديون بمختلف مستوياتهم معنيون بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وبالتالي فإن مشاركة الجميع في البحث عن الحلول تبقى ضرورية في هذا الإطار وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء فاهمي باتاكالبير الأربعاء الماضي مع أعضاء الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية قد ظهر جليا رغبة جميع الأطراف في التوصل إلى حل إذ أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين برهنوا نيتهم في مؤصلة الحوار بغرض التوصل إلى حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية ترضي جميع الأطراف غير أنه في الوقت الذي أعلن فيه الشركاء والاجتماعيون رفضهم التام لخفض رواتب الموظفين وإصرارهم على أن توفر الحكومة الأموال من أماكن أخرى فإن الحكومة من جانبها ترى ضرورة توفير 30 مليار فرانك سيفا من رواتب الموظفين وذلك حتى لا تبشل في دفع الرواتب بشكل منتظم من ناحيته رئيس الوزراء فهمي فتاكالبير دعا مختلف الأطراف إلى الحوار من أجل الحفاظ على السلام الاجتماعي في البلاد كما ذكر الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم نحو الحكومة ودعمها في تطبيق الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات لم يكن الشركاء والاجتماعيون عند كلمتهم الأمر الذي لم يساعد في تقدم الأمور كما هو الحال لمسألة تطهير ملف كشوف المرتبات بإغرض الكشف عن الموظفين الوهميين وقد اتفقت الحكومة جادية مع شركائها الاجتماعيين على عدم خفض رواتب الموظفين كما اتفقوا أيضا على تطبيق المرسوم رقم 687 القاضي بخفض علوات الموظفين العمويين بنسبة 50% رئيس الوزراء فاهمي فداكاء البير أكد على ضرورة التطبيق الكامل لهذا المرسوم رأسيا وأفقيا كما ينبغي في نفس الوقت تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بضبط الإرادات والنفقات العامة للدولة خاصة تطهير ملف كشوف المرتبات وعملية التطبيق في الشهادات أطلق صباح اليوم مركز تنشيط القانون التجاري بدول إفريقيا فرع شاد الانطلاق الرسمي لأنشطته جرت المناسبة بيت الصحافة التجادية بحضور العديد من المدعوين تقرير إشراق عبدالله رحمه إن عدم معرفة القانون التجاري ومجاهلتها في مجال التبادل التجاري لا سيما بين دول إفريقيا الفرنكفونية لذا جاء انطلاقة أنشطة مركز الحقوق فرع شاد بهدف توصيل القانون للطلاب ورجال الأعمال والمواطنين وعلى هذا المنوال تحدث رئيس مركز منظمة أنشطة حقوق فرع شاد رينغا دينغام ناييل بأن انطلاقة أنشطة المركز تعمل على كيفية تعريف قانون التجاري والعمل به مشيرا إلى أنه هناك عدة أعمال يقوم به المركز وتتمثل في التدريب المهني والجامع للطلاف بعد التخصصات وإنشاء لجنة وطنية تقوم بتدريب وتطوير قانون منظمة التوحيد القانون التجاري في إفريقيا وكذلك إنشاء آلية لتطوير المنظمة معبرا بأنه لا يتم ذلك إلا بتنظيم مؤتمرات وندوات مع الطلاب دارسي القانون والعاملين في مجال القضاء وخلال الانطلاق سلمت شهادة تقديرية للسفارة الفرنسية بالبلاد ووسائق ومستندات من قبل منظمة توحيد القانون التجاري الدولي بإفريقيا لفرع مركز جاته بحضور المسؤولين الصحيين في إقليم بركو عقد حاكم إقليم بركو داود حماد اجتماعا مع المعنيين بأمر الصحة بهدف معرفة الحصيلة الصحية في قطاع الصحة في إقليم بركو لاما 2017 تقرير الحسين النور يوسف جاء الاجتماع الذي نظمته منذوبية الصحة العامة لإقليم بركو بهدف تقديم الحسيلة السنوية التي شهدها القطاع الصحي بركو العام المنصر حيث بدأ الاجتماع بكلمة المندوب الإقليمي للصحة العامة الدكتور صالح كوري الذي أوضح خلال كلمته بأن الإقليم سجل عدد كبير من الحالات خلال العام الماضي تمثلت في عدم وجود كوادر بشرية في بعض من التخصصات الحيوية بالإضافة إلى النقص في المعداد والإمكانيات الأخرى ومع هذا يعتبر العام المنصرم أفضل من السنوات الماضية أما حاكم إقليم بركو داود حمد بشير أوضح بأن هذا الاجتماع يعتبر في غاية الأحمية لأنه يحدد أهم القضايا الصحية وما يحتاجه القطاع الصحي بالإقليم موضحا بأن لا بد علينا أن نضع النقاط على الحروف من أجل تجديد الأفكار وتسير القطاع الصحي سواء أكان داخل المدينة أو على مستوى الإقليم حتى تتفادى كل الإشكاليات التي واجحناها خلال العام المنصرم هذا كما أشار الحاكم إلى وضع استراتيجي لهذا العام من أجل تكسيف الحالات التوعية للمواطنين حول الأمراض الخطيرة خاصة مرض نقص المناع المكتسب الذي أصبح يرتفع بشكل كبير في العوام الماضية بالإقليم بحضور الرئيس الوطني للتحالف الأصالة للمنظمات الشبابية الدكتور حسين مسار حسين جرت مناسبة تنصيب عضاء المكتب الأقليمي للأصالة مدينة سار حضرت أقليمي شار الأوسط تقرير مات جبري ننجيني فكرة أخرى مليئة بالتطلؤات والأعمال اتخذها الرئيس الوطني لتحالف الأصالة الدكتور حسين مسار بحدث توسي دائرة مختلف العمال والأنشطة التي يقوم بها التحالف في كافة المناطق والمدن المختلفة بالبلاد وفي هذا الشأن وصل الدكتور حسين مسار إلى مدينة سار حاضرت إقليم شار الأوسط للمشاركة في فعاليات تنصيب أعضاء المكتب الإقليمي لتحالف الأصالة بمدينة سار وكان في استقباله عند المدخل الرئيسي للمدينة جماهير أريضة من مختلف الفئات والتجمعات بالمدينة وبعد هذه الإجراءات جاءت الخطوة التالية وهي مناسبة أمالية التنصيب فيهين أنها سمحت لرئيس التحالف فرع إقليم شار الأوسط حسين بشرح مجملا من المواضيع المهمة التي تتعلق بسياسة الأمن والاستقرار وهذا يعتبر من الآليات التي تتمسك بها مؤسسة الأصالة خلال هذه المناسبة قدم الرئيس الوطني لتحالف الأصالة هزمة من الإختراهات لمواجهة الأزمة الحالية نحن جئنا إلى مدينة السار نحمل معنا رسالة السلام ورسالة المعدة نريد أبناء شاد أن يكونوا دائماً يداً واحدة أن يكونوا يحملون راية السلام وراية الأمن وراية الاستقرار الأجمال الاقتصادية لا تحجنا ولا تعيقنا رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريزي بيتون يدعونا دائماً يدعو المواطنين ويدعو الشباب أن يتجموا إلى الزراعة وإلى السرعة الحيوانية هذا ليس الشعار نحن كشباب في الأصالة في كافة الأراضي الوطنية سنسعى لتطبيق هذا البرنامج لشاهد الله وكان تحالف الأصالة قد نزم أواخر العام المنقضي الملتقى التفاكر الثاني منذ تأسيسه وشارك فيه عدد من الممثلين للتحالف في مختلف أقاليم البلاد وقد خرج الملتقى حينها بعدة توصيات أبرزها بل ورث أهمية السلام في أوساط المجتمع قامت صباح اليوم جمعية النهضة للتنمية المرأة والشباب بالتعاون مع عدد من الجمعيات الوطنية بعمليات نظافة بالدائرة رابعة تحت إشراف بلدية أنجمينة وقد تمت عملية النظافة اليوم في شارع السوق العافية المؤدي إلى ثانوية الحرية حيث تمت إزالة الأترباء المتراكمة من الرصيف وخلال عملية النظافة التي حضرها عمدة الدائرة رابعة ومثل عمدة بلدية أنجمينة ورئيس جمعية النهضة للتنمية المرأة والشباب حيث دعت كافة الطبقات المجتمع إلى ضرورة النظافة لتجنب بعض الأمراض التي تصيب المواطنين بفعل الأوساخ المتراكمة وقالت إن هذه العملية تستمر لتشمل كافة أحياء ودوائر العاصمة أنجمينة نظمت الفيدرالية الشادية لكرة اليد صباح اليوم جمعيتها العمومية لانتخاب الرئيس الجديد للفيدرالية الشادية لكرة اليد كان ذلك بحضور العديد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الرياضية الشادية جرت المناسبة بمركز الدراسات من أجل تدريب والتنمية تقرير آدم حسن المكاوي انطلقت فعاليات الجمعية العمومية للفيدرالية الشادية لكرة اليد منذ الصباح الباكر وسط أجواء هادئة مشحونة بالعواصف التي تأتي دائما فيما بعد الهدوء نائب رئيس الفيدرالية التشادية لكرة اليد المغادر في كلمة الافتتاحية أبان بأن هذه الجمعية العمومية من المفترض لها أن تنظم منذ العام 2014 إلا أن عدم وجود الميزانية تسبب في التأخر بعدها تم قراءة تقرير نشاطات المكتب السابق طوال فترة عمله مما فتح باب النقاش في الكثير من القضايا والمشاكل بالإضافة إلى طلب التعديل في اللوائح والدستور وانتهت هذه النقاشات بالتسوية بين ممثل الروابط الخمسة عشر الممثلة للجمعية العمومية لحظات انتخاب رئيس للمكتب الجديد المنتظرة كانت هي الحاسمة بالنسبة لجميع المتواجدين في هذه القاعة ثلاثة مرشحين لمنصب الرئاسة جيبريونيس، وبجد مامار، وانجارتيغا هنري الثلاث المرشحين على رئاسة الفيدرالية التشادية لكرة اليد كل منهم قدم لمحة بسيطة عن مقترعه وبرنامجه الذي سيشرع بتنفيذه في خينة منتخابه كرئيس للفيدرالية الفصل الثاني والأخير من سيناريو الجمعية العمومية الذي خصص للانتخابات انطلق بتصويت ممثل الروابط الإقليمية لفيدرالية كرة اليد والبلغ عددها خمسة عشر رابطة وكل رابطة تملك صوتين، أي أن مجموعة الأصوات ثلاثين صوت وبعد الانتهاء من الاقتراع تم فرز الأصوات وجمعها وتمخض عنها فوز المرشح أبا جيدا ممار بثمانية عشر صوت لرئاسة الفيدرالية فيما تحصل المرشح جيبير يونس على عشرة أصوات وانجارتيغا هنري صوتين أعلم دا مبسوط وجماعة الشعلوني كلوك نشكرهم كتير أنا قول لهم من بداية قول لهم وقت نجي دا نعرف كيف نحجي مهم كيف يشولوني ولا ما يشولوني ندارج مهم ما وقت شعلوني خلازا ما حقي حقينا كلو نخدوم سوا نخيير كلو كل شيء نخيير من الليك دا من الانا رجوع ونحد على دبارتما كلو نمشوفوكا في دبارتما في رجوع اللي نخييرو ونشوفو نجددو نجوبو الشباب ندر نسي شمبيونات إنترانا إتابة السماء دول ولا رجوع دول ولكن في سنة 2018 نسيو سمبيونات نسيونال إن شاء الله نسيو سمبيونات نسيونال 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 ونشير إلى أن المكتب الجديد سيدير الفيدرالية التشادية لكرة اليد لمدة أربعة أعوام إذن هذا كل ما لدينا هتساعة من أخبار محلية هتا ألقاكم في نشرتنا القادمة أدومتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة